السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بحضراتكم جميعاً في الفيديو ده إن شاء الله هنتعلم طريقة رسم سلم ثلاث ألبات في برنامج بلوتوكات زي الشكل الواضح قدام حضراتكم ده وهنتعلم إزاي نحسب عرض الدرج اللازم في كل الألبة وكمان هنتعلم إزاي نحسب عرض الدرج اللازم للسلم كله أحنا علشان نحسب عرض الدرج لازم يكون عندنا معلومة ارتفاع الدور هنفترض إن ارتفاع الدور عندنا ثلاثة متر فلو قلنا ثلاثة متر على البوينت خمستاشر اللي هو ارتفاع القيمة حيدينا عشرين درجة أحنا هنبتد نرسم سبع درجات يمين وسبع درجات أو أوائم شمال وستة أوائم في المنتصر تعالوا نشوف هنعمل الكلام ده إزاي أول حاجة هنعملها هنبتد نرسم لائن بأي طول بهذا الشكل ثم بعد ذلك هنرسم لائن أفقي بأي طول بهذا الشكل وباكده نعمل أو أوفست بوينت أطناشر أوفست انتر علشان نرسم سمك الحيطة اللي موجودة بعد كده هنشيل الزوايط دي آر انتر انتر هنبتد نشيل الزوايط اللي موجودة دي هذا الشكل الخطوة اللي بعد كده هنبتد نرسم البسطة اللي قدامنا دي ودي عرضها مش بيقل عن مية وعشرة سنتي هنقول أو انتر واحد بوينت وان انتر ووفست من هنا لهنا بعد كده عايزين نرسم عرض القلبة نفسها عرض القلبة مش هيقل عن متر عشرة هنقول أو انتر واحد بوينت عشرة انتر هذا الشكل بعد كده هنرسم السمك الحائط بتاع القلبة دي أو أوفست بوينت اطناشر انتر هذه الطريقة كده احنا حددنا اول قلبة بهذا الشكل اللي هو الجزء ده والجزء ده تمام عايزين بقى نحسب الطول اللي فيه الدرج ده نحسبه ازاي القانون بيقول ايه ان النايمة اللي هو ده الجزء ده بتساوي قاف اللي هي الايمة ناقص واحد بمعنى ان انا عندي الاوايم في القلبة دي سبع اوايم طيب النوايم كام هيبقوا ستة جبناها منين لان القانون بيقول كده نون بتساوي قاف ناقص واحد ازا انا عشان احسب الطول ده من هنا اللي هنا هقول ان انا عندي نون بتساوي قاف ناقص واحد ست سبع اوايم ناقص واحد هيساوي ستة ازا ست نوايم في القلبة دي طيب النايمة طولها كام او عرضها كام تلاتين سنتي فاقول ستة في تلاتين هيدي نيه متر تمانين فاذا اقدر ان انا اجي من الجزء ده كده وارسم لايم بطول واحد بوين تمانية انتر واقفل مع الشكل ده بهذا الشكل تمام فاذا الطول ده متر تمانين جبناه من القانون اللي قلنا عليه فلما نجي نقسمه من طريقة هنقول له او افسد بوين تلاتة انتر من هنا هنا تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ستة اوايم بسبعة نوايم فقدرنا نجيب الطول ده اللي هو متر تمانين جميل جدا عايزين نحسب القلبة التانية القلبة التانية احنا فيها ستة اوايم يعني هيبقوا كام نايمة خمس نوايم هيبقى طولها كام خمسة في بوين تلاتة حيدينا متر ونص فاذا نيجي بكل بساطة من الجزء ده هنرسم لايم بطول متر ونص واحد بوين خمسة انتر ونقفل الشكل بهذه الطريقة ثم بعد ذلك نبتدي نشيل الزيادة دي ار انتر انتر هنشيل الخط ده ونشيل الخط ده جميل جدا بعد كده هنتسم عرض القلبة دي عرض القلبة بكام متر وعشرة انها ده القانون اقل لحاجة متر وعشرة هنقول له او افسد او افسد بوين اه اسف او افسد واحد بوينت عشرة انتر من هنا لهنا وحقول له او افسد بوينت اتناشر سمك الحائط بتاعنا بهذه الطريقة وبالمرة ناخد السمك ده وهنقفل الشكل بتاعنا عن طريق امر فلت هناخد ده مع ده وده مع ده ونبتدي نرسم لاين هنا وهنقفل افسد بوينت تلاتة انتر واحد اين تلاتة اربعة خمسة ستة لو اينا لو اينا جسنا العرض ده هنلاقيه متر ومص زي ما حسدناه بالزبط تمام متزجد عايزين نرسم القلبة التالتة القلبة التالتة متساوية مع القلبة الاولى اللي احنا رسمناها هنرسم في البداية العرض ده اللي هو متر عشرة نقول له او افسد واحد بوينت عشرة انتر افسد من هنا لهنا ثم بعد ذلك نرسم عرض الحائط او انتر بوينت ناشر انتر سمك ده والسوم كده ونقفل الشكل بتاعنا نقول له فلت ده مع ده مع ده انتر ده مع ده هنجي بعد كده نرسم اول خط او درجة معنا من الجزء ده احنا عايزين سبع درجات فحيساوي ست نوايم بطول متر تمانية او افسد بوينت تلاتة انتر واحد اتنين تلاتة سبعة خمسة ستة سبعة اذا قدرنا نرسم عدد درجات السلم اللي هم عشرين درجة كاتوتان فلا قلنا عشرين درجة هنعدوهم مع بعض واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وسبعة اربعة اشر وستة عشرين هنرسم بعد كده السمك بتاع الخنوس او انتر بوينت اتناشر انتر او انتر بوينت اتناشر انتر بهذا الشكل كده احنا قدرنا نحصل على السلم المطلوب حننتدي نزبط رسمتنا تي ار انتر انتر ونشيل اي زيادة بهذه الطريقة زي ما حضرتكم شايفين حننتدي نضيف الابعاد عشان نقدر نعرف سلم بهذا الشكل ايه هي الابعاد المطلوبة لي فحنلاحظ لو قسنا العرض ده من بره هيبقى تلاتة اربعة وتسعين ولو قسناه من الداخل هيبقى تلاتة سبعين وزي ما اتفقنا ان عرض البسطة دي هيبقى متر عشرة بهذا الشكل وعرض القلبة اي قلبة يعني من التلاتة هيبقى متر عشرة بتسويه هذه الطريقة والعرض ده متر عشرة وهذا الشكل والفانوس طبعا هيتكون عرضه من عدد الدرج اللازم هيبقى متر ستة عشرين تقدر تحط فيه اصنصير ولو قسنا طول السلم من بره هنلاقي اربعة وعشرين زي ما هو واضح قدام حضرتكم وكمان عرض الدرج اللي عندي هيبقى تلاتينات كل الدرج عرضه تلاتين سنتين والايمة هتبقى بوينت خمستاشر لاحظ حاجة انك لو غيرت في ارتفاع الايمة هيغير معاك عدد الدرج اللازم يعني احنا قلنا تلاتة على البوينت خمستاشر لاثين درجة لو كبرت في ارتفاع الايمة هيقلل معاك الدرج او يزود يعني على حسب ما تحسبها يميل يميل فاذا دي هي الابعاد المطلوبة لسلم تلات قلبات بهذا الشكل ودي الابعاد المينمم للسلم ده يعني عرض القلبة دي الابعاد عرض عرض البسطة ده البعد لو المطر عشر البعد المينمم ما تقدرش تقلل اكتر من كده تقدر بعد كده ناخد كوبي من السلم ده هذا الشكل كوبي وتقدر تشيل الديمينشن دي كلها بقى مش محتاجة كل الديمينشن دي تشيلها وتبتدي تعمل على السلم بتاعك وتقول له بيه ال انتر وتسميه الاسم اللي يعجبك تمام? هيتحول معك البلوك تقدر انك تحطه في اي مشروع انت شغال عليه بدون ما تحتاج ترسمه فلذلك احنا بنوضح الطريقة اللي تحسب بيها السلم وترسمه على اساس ان ان حضرتك ممكن تجهج مجموعة من النماذج بشكل السلم اللي عندك وتحولهم البلوك بس بيتيجي تحطهم في المشروع بتاعك مرة واحدة بدون ما تحتاج ترسمهم ولا تحسبهم بقى انت عندك اكثر من النموذج سلم لو ارتفاع الدور 3 متر والايمة 15 سلم لو ارتفاع الدور 3 متر والايمة 16 سلم لو ارتفاع الدور 4 متر والايمة 15 وهكزا زي ما رسمنا في الفيديو السابق السلم ده عملنا نموذج اهو ونموذج تاني بهذا الشكل فاصبح عندنا اكثر من نموذج سلم بدون فانوس وقلبتين سلم بفانوس وقلبتين سلم تلات قلبات وفيه فانوس وممكن يبقى فيه اسنصير بهذا الشكل يبقى هو ده كل اللي احنا محتاجين نقوله في الفيديو بتاعنا النهاردة يارب يكون مفيد لحضراتكم ويارب يكون قدم الاضافة لحضراتكم ونصيحة يعني انصح حضراتكم انكم تتفرجوا على الفيديو ده وتبتدوا تطبقوا على اشكال سلال مختلفة دائرية ومربعة ومستطيلة والفانوس لما يتحط تلات درجات وتلات درجات والباقة الدرجة كلها في القلبة التالتة وهكذا يبقى عندك اكثر من شكل يعني بمعنى اكثر من شكل تقدر بس انك تتحطهم في المشاريع بتاعتك اشكركم الى ان نلتقي في محاضرة اخرى على خير بازن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته